النعمة تتحول إلى كارثة في عدن الأمطار الغزيرة أغرقت المدينة والسبب غياب منافذ تصريف للأمطار والسيول تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار في شوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية واختلطت بمياه الصرف الصحي التي كانت تملأ شوارع قبل هطول الأمطار لتندفع المياه المختلطة من الأمطار والصرف الصحي إلى بعض منازل المواطنين هالأمر الذي قد يسبب كارثة بيئية تضاف للكوارث الأخرى التي تقع على كاهل أبناء هذه المدينة فالكهرباء مثلا مستمرة بالانقطاع لساعات بل أيام طويلة تضيء لساعات قليلة فقط لا تقي المواطنين من الحر الشديد الذي قد يؤدي إلى حالات وفاه ليس هذا فحسب فقد أعلنت شركات الطاقة المستأجرة بالعاصمة المؤقتة وقف أعمالها ابتداء من الاثنين القادم احتجاجا على عدم سداد المديونية السابقة مالك عدد من شركات الطاقة وجهوا رسالة إلى الحكومة تؤكد اعتزامهم وقف عمل المحطات الخاصة بهم والتي تبلغ 175 ميجاوات ما لم تقم بسداد مديونية وهذا ما سيتسبب بشلال تام وانقطاعات قد تكون دائمة للكهرباء إذن تعيش العاصمة المؤقتة التي ترزح تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كوارث طبيعية يمكن تجنبها واخرى مصطنعه والمتضرر دائما هو المواطن اليمني ترجمة نانسي قنقر